مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية مرحبا بكم مع الحصة الثانية من درس الأسماء الخمسة هيا بنا أحباب الطلاب لننطلق في درس اليوم هذا هو عنوان درس اليوم الأسماء الخمسة وهذه الصورة هي صورة معبرة عن درس اليوم فالأسماء الخمسة كما نعلم هي أب أخ حم فو ذو نستطيع أن نقول أن الأسماء الخمسة ثلاثة من أفراد العائلة أب أخ حم وهذه الصورة قد تعبر عن بعض أفراد العائلة قيمتنا التربوية لهذا الأسبوع هي الشجاعة الذي لا يملك الشجاعة الكافية لتحمل المخاطر لن يحقق أي إنجاز في الحياة وتروى هذه القصة من الأثر عن الشجاعة جاء رجل من البادية ليصار عن طرة العبسي فاتفق على أن يمسك كل منهما بإصبع صاحبه الإبهام بأسنانه ويعضه والمغلوب من لم يصبر وصاح الرجل فقال عن طرة لو لم تصح أنت لصحت أنا الشجاعة صبر ساعة التهيئة ما علامات إعراب الأسماء الخمسة كما درسنا في الحصة السابقة؟ علامات إعراب الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء الأهداف الهدف الأول أن يتعرف الطالب شروط إعراب الأسماء الخمسة الهدف الثاني أن يوظف الطالب الأسماء الخمسة في جمل مفيدة نبدأ من الهدف الأول أن يتعرف الطالب شروط إعراب الأسماء الخمسة وهنا يأتي سؤال يا أستاذ هل للأسماء الخمسة شروط كي تعمل؟ أقول لك نعم ده شروط فإذا لم تتحقق هذه الشروط في الأسماء الخمسة لا تعرف الأسماء الخمسة بعلامات الإعراب المختصة وهي أن ترفع بالوا وتنصب بالألف وتجرب الياء وإنما تعرف بعلامات أخرى اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عما يليها من أسئلة قال حكيم ينصح تلميذه أي بني اسعد بما أعطاق الله تعالى فأبوك فاضل وأخوك مجد وفوك عف عن الكذب وذو الفضل يعتز بكم وإن أباك يكرم العلماء ولعل أخاك دائب الجد لذلك وجب عليك أن تعقد العزم على استكمال الطريق الذي بدأه كل من أبيك وأخيك بعزم ثابت وإصرار راسخ نلاحظ الكلمات هنا الملونة باللون الأحمر أبوك أخوك فوك ذو هذه الكلمات في حالة رفع الآن مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة أما الكلمات أباك أخاك فهي كلمات منصوبة هنا أباك اسم إنا وهنا أخاك اسم العلى فهي منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة الكلمات أبيك وأخيك مجرورة وعلامة جرها الياء هذه العلمات إعراب الأسماء الخمسة ولكن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة كي تعرب بهذه العلمات الشروط هي الشرط الأول أن تكون مفردة أي ليست مثنى ولا جمع فلو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى نقول الأخوان متعوينان وإن كانت جمعا أعربت إعراب جمع التكسير يقدر الآباء الآباء هنا نائب فعل مرفوع على مطرفعه الضم الشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم إذا أضيفت الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم رفعا ونصبا وجرا نقول أخي مخلص في عمله كلمة أخ هنا مبتدأ وهو مبتدأ مرفوع على مطرفعه الضم المقدرة على الخاء ألا تكون مصغرة فإذا جاءت مصغرة أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة ويكون التصغير بضم الحرف الأول وفتح الحرف الثاني نقول أبو تصغيرها أبي وأخ تصغيرها أخي وهكذا هذه الشروط الثلاثة هي شروط إعراب الأسماء الخمسة إذا فقدت أو إذا فقدت أي اسم من الأسماء الخمسة لشرط من هذه الشروط لا تعرب الأسماء الخمسة في ذلك الحين لا تعرب بالعلامات المختصة الرفع بالوا والنصب بالآلف والجرب باليان شروط إعراب الأسماء الخمسة نؤكد عليها أولا أن تكون مفردة الأخوان المتعاونان خطأ ثانيا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم فإذا قلنا أبي مخلص في عمله هذه لا تعتبر من الأسماء الخمسة ثالثا أن لا تكون مصغرة كلمات أبي وأخي لا تعتبر من الأسماء الخمسة رابعا أن لا تكون كلمة فم بالميم فإذا جاءت كلمة فم بالميم تعرب بالحركات الأصطية رفعا ونصبا وجرا نقول ضع يدك على فمك كلمة فم اسم جرور علامة جره الكسرة تمام والكاب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه فلا تعتبر هنا كلمة فم من الأسماء الخمسة ضع دائر على كل اسم من الأسماء الخمسة فقد شرطا من شروطها لاحظوا معنا أبوك رجل عظيم هل هنا كلمة أبوك فقدت شرط لا لم تفقد شرطا رأيت حماك في السوق كلمة حماك لم تفقد أي شرط من الشروط طلبت من أخيك مساعدة كلمة أخيك لم تفقد أي شرط من الشروط أبي مخلص في عمله هذه الجملة بها كلمة أبي فقد فقدت شرطا من الشروط ما هو يا أحبابي؟ ماذا فقدت هذه الكلمة؟ نعم فقدت شرطا وهو أنها مضافة إلى يا المتكلم التقويم البنائي صفحة 29 السؤال الثالث بين سبب انتفاء شروط إعراب الأسماء الخمسة فيما تحته خط فيما يأتي قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون كلمة إخوة لماذا هذه الكلمة لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ الإجابة بسيطة يا شباب لأنها جاءت على صيغة الجمع أو لأنها ليست مفردة قال تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه تمام؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه كلمة أبا لماذا هي ليست من أسماء الخمسة؟ لأنها غير مضافة لم تضف إلى أي ضمير صفحة ثلاثين أخي جاوز الظالمون المدى كلمة أخي مضافة إلى يا المتكلم آباؤنا وأجدادنا لهم ماض حافل لهم ماض حافل بالإنجازات والعطاء كلمة آباؤنا هنا ليست من الأسماء الخمسة لأنها جاءت على صيغة الجمع رب أخ لك لم تلده أمك كلمة أخ لأنها غير مضافة الهدف الثاني أن يوظف الطالب الأسماء الخمسة في جمل مفيدة نتذكر معا علامات إعراب الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هي أب أخ حم فو ذو وقلنا نا ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر باليا تعالوا بنا لنوظف الأسماء الخمسة في جمل ترفع بالواو نقول أبوك رجل عظيم أبوك مرتدأ مرفوع لمطرفيه الواو تنصب بالألف مثل رأيت أباك في السوق أباك مفعول به منصوب علامة نصبي الألف لأنه من الأسماء الخمسة تجر باليا مثل سمعت من أبيك نصيحة أبيك اسم مجرور بمن وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الخمسة صفح الثلاثين السؤال الرابع يقول وظف اسما من الأسماء الخمسة في ثلاث جمل بحيث يكون في الجملة الأولى مرفوعا وفي الثانية منصوبا وفي الثالثة مجرورا نقول أخوك رجل كريم دعوت أخاك لقراءة تاريخ القدس طلبت من أخيك أن يحفظ لسانه لاحظ معي كلمة أخ جاءت في الجمل الثلاث هنا أخوك لأنها مبتدأ وهنا أخاك لأنها مفعول به منصوب علامة نصبي الألف وهنا أخيك لأنها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة بهذا نكون قد وظفنا كلمة أخ في ثلاث جمل بحيث تمثل الحالات العربية الثلاث مرفوع منصوب مجرور نأتي الآن إلى سؤال التميز يقول هات اسم من الأسماء الخمسة في جملة انصح أخاك بلطف السؤال الثاني ضع كلمة أخ في جملة بحيث يكون مجرورا خذ بيد أخيك للخير خذ بيد أخيك ولماذا هنا جاءت كلمة أخيك بعلامة إعراب الياء لأنها تعرب مضاف إليك مجرور على متجره ألياء أحسنتم أحباب الطلاب التكامل قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا هذه الآيات تدعون إلى بر الوالدين والإحسان إليهما وقد قرن الله عز وجل عبادته وتوحيده ببر الوالدين فقال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبعدها مباشرة تحدث عن الإحسان إلى الوالدين فهذا وإن دل فإنما يدل على أهمية وعظم مكانة الوالدين في الإسلام وعلى أهمية الإحسان إليهما منذ الصغر قال تعالى وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا بِرُوا الْوالدين جنة في الأرض تجني ثمارها مدى العمر هذا هو ركن الإبداع والتفكير من خلال دراسة درس الأسماء الخمسة أجب بدقة على الأسئلة التالية إن أباك ذو فضل ما إعراب كلمة ذو في الجملة السابقة اكتب عزيزي الطالب الإجابات اكتب هذا السؤال عندك واكتب الإجابة وسلمها لمعلمك في الصف الدرسي لنفعل ركن الإبداع والتفكير من أحبابنا الطلاب المبدعين المفكرين الغلق ما شروط إعراب الأسماء الخمسة نتذكر معا شروط إعراب الأسماء الخمسة وهي باختصار أن تكون مفردة فلا تكون مسناة أو جمعا والشرط الثاني أن تكون مضافة لابد أن تضاف ولكن لا تضاف إلى يا المتكلم الشرط الثالث أن لا تكون مصغرة والشرط الرابع أن تكون كلمة فم كلمة فو ليست بالميم فإذا قلنا فم فهذه ليست من الأسماء الخمسة إلى هنا أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية